بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه كثير من الأخوة والأخوات يبعثون برسائل حول هل هناك أطعمة لتقوية الشعر هل هناك أطعمة لسد الفراغات الموجودة في الشعر هل هناك أطعمة لجعل الشعر طويل وكثيف وجميل ولامع وإلى غير ذلك نعم ورد في روايات أهل البيت عليه السلام بعض الأطعمة حول ذلك أولا كما يقول الأطباء حديثا بأن تساقط الشعر يعني في اليوم من خمسين إلى مئة الشعر هذا أمر طبيعي جدا ولكن إذا زاد فهذا الأمر ليس بالطبيعة خصوصا للنساء تساقط من خمسين إلى مئة الشعر يوميا بالنسبة للنساء هذا أمر طبيعي جدا فعلى المرأة لا ترتبك ولا تخاف وإلى غير ذلك ولكن إذا كان أكثر من ذلك فهذه مشكلة كذلك علينا أولا أولا قبل أن نذكر تلك الأطعمة المفيدة والمقوية للشعر وتجعله جميلا ولامعا وكثيفا وقويا علينا أولا أن ننصح الجميع الذين يعانون من تساقط الشعر الأمور التي تؤدي إلى تساقط الشعر دائما وأبدا أولا هو التوتر والضغط العصبي المشكلة نحن جميعا نعاني في كثير من الأحيان من التوتر والضغط العصبي وهنا نجد بأن أهل البيت عليهم السلام في رواياتهم دائما وأبدا يحثون على عدم الغضب دائما وأبدا يحثون على ترك ما لا يعنيك دائما يحثون على السكوت دائما وأبدا يحثون على أنك تحافظ على توازنك إلى غير ذلك أهل البيت عليهم السلام مسألة الأخلاق ليس مسألة فقط يعني عندما تلتزم بأخلاقك إنما فقط تقترب إلى الله سبحانه وتعالى وتدخل الجنة الالتزام بالأخلاق يبعدك عن التوتر ويبعدك عن الضغط العصبي والالتزام بالأخلاق يؤدي إلى صحة بدنية وروحية جدا ممتازة مسألة الأخلاق عندما نقول فلان لا تغضب لا تكون سريع الانفعال لا تتأثر بما حولك كن مع الناس ولا تكن منهم المؤمن يمر على أهل يعني على الجاهلين مرور الكرام الذين إذا ما خطبهم الجاهلون قالوا سلامة الذين يمرون مرور الكرام على الناس الذين يتكلمون حولهم بسوء هذا كله يؤدي إلى صحة دائمة يؤدي إلى شعور بالراحة الدائمية للجسد والبدن والقوة وإلى غير ذلك مشكلة بأنه النبي صلى الله عليه وآله يقول بأن الهم نصف الهرم المشكلة بأنك عندما تتفاعل مع الناس الناس ليس من ورائهم إلا الهم والغم إلا ليس من ورائهم إلا التوتر والضغط العصبي فهذا يؤثر فعرفنا الآن فالأخلاق التي يدعو إليها أهل البيت ليس فقط هي للتقرب إلى الله والدخول إلى الجنة وإنما كذلك للحفاظ على صحتك وعلى نظارتك وعلى جمالك وعلى قوتك البدنية فأولا يجب بصورة من الصور أن تقلل من التوتر والضغط العصبي كذلك مسألة النساء هذا الأمر الذي انتشر كثيرا ومع الأسف بسبب الطلبات الكثيرة من قبل الزوج بأنها تقوم بصبغ شعرها كثيرا وتقوم بكويه كثيرا هذا يعتبر من أهم أسباب تساقط الشعر عندما تقوم بصبغ الشعر باستمرار وكوي الشعر باستمرار يؤدي إلى تساقط الشعر كذلك يذكر العلماء سوء التقذية مشكلة كبيرة عندما تعاني الفتاة أو يعاني الفتاة الرجل امرأة يعاني من سوء التقذية ويؤدي طبعا سوء التقذية إلى نقص بعض الفيتامينات والمعادن وهذا طبعا يؤثر على الشعر ويؤدي إلى تساقطه كذلك كما يقول العلماء في الطب الحديث هو نقص الكولاجين من العوامل المهمة جدا 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 لتساقط الشعر كذلك هناك عوامل وراثية والعوامل الوراثية للإطمئنان بأنه مسألة فلان لديه جين يعني تساقط الشعر هذا الجين لا يوجد في النساء كثيرا أبدا وإنما يوجد بكثرة عند الرجال ولذلك بحمد الله لا يوجد هناك صلع في النساء إلا في حالة نادرة جدا ولكن في الرجال فشيء طبيعي فلتطمئن الفتاة ولكن ولو كان موجود هذا الجين في النساء فإذا ما تركنا هذه الأمور التي ذكرناها سابقا وتعمل على الأطعمة التي تقوي الشعر فهذا الجين لن يكون فعالا في إسقاط الشعر لن يسقط الشعر أبدا ولو كنت تحملين جين إسقاط الشعر كوراثة لذلك العلماء يحثون على ماذا؟ يحثون دوما أولا أولا بمن علوم أهل البيت هو ترك السكر قادر الإمكان التقليل من السكر والسكر كما نقول داما وأبدا تتبعه الحلويات والعصائر وإلى غير ذلك كل شيء فيه سكر لا تزيد منه كثيرا لأنه يؤدي إلى تساقط الشعر لأن الجسد يبذل جهدا كبيرا في تصريفه كذلك الزيوت المهدرجة زيت الزيتون عندما تضعه في الطعام وتجعل منه غذاء يومي يقوي الشعر ويجعله لامعا وجميلا وكثيفا وقويا وإلى غير ذلك هذه الزيوت المهدرجة هي كذلك سبب من أسباب تساقط الشعر كذلك مثلا إذا كنت تعاني من حموضة المعدة بشكل مستمر أو لديك قولون أو لديك مشكلة في المعدة بصورة عامة هذا يؤدي إلى تساقط الشعر لماذا؟ لأن سوف يكون تناولك للطعام يعني مضطرب كذلك المعدة لا تستطيع أن تتعامل مع الطعام واستخلاص الفيتامينات والمعادن بشكل صحيح وهذا كله يؤثر أكيدا على الشعر فإذا كانت هناك مشاكل عندك في المعدة والقولون فاعلا بأن تساقط الشعر يكون شكل طبيعي كذلك مسألة التي يذكرها العلماء دائما وأبدا إذا كنت من الداخل من الداخل تشعر باستقرار نفسي في حياتك اليومية في البيت في العمل بين الأهل والأقارب إذا كنت تشعر من الداخل بالصحة النفسية براحة البال بالإطمئنان فاعلم بأن هذا الأمر هو مرآة لجسمك من الخارج الذي يراك يرى نظارة ويرى كذلك شبابا ويرى قوة وكذلك لا تخشى أبدا من تساقط الشعر كلما كان الإنسان مرتاح نفسيا كلما لا يحتاج إلى أي شيء لشعره إطلاقا إطلاقا من ناحية تساقط الشعر كذلك يذكر العلماء في هذا المجال بأنه أهم عنصر لتقوية الشعر وعدم تساقط الشعر وجعله كثيفا وقويا ولامعا وجميلا هو عنصر الحديد لذلك ضروري جدا عندما تجد بأنه الشعر بدأ يتساقط تأخذ تحليل في مسألة نسبة الحديد في الدم كذلك فيتامين دي فيتامين دال عليك فورا عندما تشعر بتساقط الشعر عليك أن تعمل فيتامين دال تحليل تحليل الدم حول فيتامين دي أو دال كم هو نسبته هو الجميع يعاني من نقص فيتامين دال مشكلة كثير نتيجة الحياة اليومية نتيجة البيوتات الصغيرة عدم الخروج إلى الهواء الطلق نتيجة المشاكل الكثيرة دائما جميعنا يعاني من نقص فيتامين دال فورا تعمل تحليل كذلك الزنك جدا 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 مهم لتقوية الشعر هذه الأمور أين نجدها؟ فلنرجع إلى أهل البيت عليهم السلام عندما كان يأتي البعض ويعانون بأنه لا ينبت لهم الشعر أو أنه يتساقط بسرعة إلى غير ذلك كان أهل البيت عليهم السلام يوصون أولا بالبيض لا يوجد هناك شيء مثل البيض في تقوية الشعر وإيقاف تساقط الشعر وكما يقول علماء الطب الحديث لأنه يحتوي على فيتامين بي المركاب يحتوي على الزنك يحتوي على فيتامين دي وكذلك هو مصدر الكولاجين هذا كله في البيض رؤية أهل البيت يعني كما قال الإمام الباقر عليه السلام لرجل شرق وغرب لن تجد علما إلا ومصدره نحن أهل البيت عليهم السلام فالبيض ثم البيض كوجبة يعني بشكل يومي كذلك ورد في روايات أهل البيت الأسماك اليوم يعني الأسماك الدهنية جدا ضرورية مثل السليمون والسردين أو بقية الأسماك الأخرى تلعب دورا كبيرا في تقوية الشعر وعدم تساقط الشعر لماذا؟ لأنه يحتوي على أوميغا ثري فيتامين دي الزنك مضادات الأكسيدة إلى غير ذلك كذلك الخطروات ومنها السبانخ جدا جدا مهم تحتوي على حديد وفيتامين أي وغيره من الفيتامينات المهمة جدا أو حاول أن نختصر الموضوع لأنه مطول لتقوية الشعر وعدم التساقط كذلك من الأطعمة المكسرات مهم جدا 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 في تقوية الشعر وعدم تساقط الشعر مثل الجوز واللوز لأنه غني بفيتامين أي وميغا ثري والزنك وكذلك فيتامين يعني لأختصر قليلا لأنه أخشب أن الموضوع سوف يكون طويلا وهو فيتامين سلينوم وغيره وحاول أن أختصر كذلك عندك من الأطعمة هو التوت الأسود أو الفراولة لأنه غني بمضادات الأكسيدا وفيتامين سي مهم جدا جدا فيتامين سي لتقوية الشعر وقوة الشعر أنا أحاول قدر الإمكان ما ذكره أهل البيت عليهم السلام أن أذكر ما يذكره الأطباء حديثا لماذا فالتوت الأسود والفراولة كذلك يعمل على تقوية الشعر وعدم تساقطه فيتامين سي يعمل يعني فتعمل جدا مهم جدا جدا لتقوية الشعر وعدم التساقط لذلك لتحفيز الكولاجين عليك دائما وأبأ الكولاجين الذي يعد عنصرا مهما لتقوية الشعر وعدم التساقط عليك بفيتامين سي وموجود في البرتقال يعني وبحمد الله عز وجل سعره مناسب يمكنك شراؤه كذلك من الأطعم الأخرى هو اللحوم والدواجن لأنها غنية بفيتامين بي والمركب وكذلك الحديد المهم جدا 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 لعدم تساقط الشعر وتقوية الشعر كذلك من الزيوت زيت جوز الهند هذا مهم جدا هناك زيت جوز الهند الذي يوضع في الطعام وهناك زيت جوز الهند الذي يوضع في الشعر يمكنك أن تشتريه وهذا مهم جدا تضعه قبل النوم وتريد أن تغسله عند الصباح أو تبقيه لا ضرر فيه مطلقا يمكنك أن تبقيه ليومين وتقوم بغسله زيت جوز الهند يلعب دورا كبيرا وزيت الزيتون أيضا تضعه على شعرك قبل النوم يلعبان دورا كبيرا في تقوية الشعر سد الفراغات الموجودة في الشعر وجعله لا يتساقط يتوقف يتوقف تماما كذلك الفلفل من الخضار الفلفل هذا الفلفل العادي يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي ما تقدر تشتري البرتقال اشتري الفلفل يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي ويلعب دور كبير في عدم تساقط الشعر من الخضروات الخس والبقدونس وكثير من غيرها بس أكثر شيء هو الموجود الآن والليك تستطيع أن تشتريه هو الخس الموجود والبقدونس موجود جدا والخس يلعب كذلك دور كبير جدا جدا في عدم تساقط الشعر وتقويته كذلك زيت اللوز الحلو الموجود عند العطارين كذلك يلعب دور كبير تضعه قبل أن تنام على فروة الرأس توصله إلى فروة الرأس بشكل جيد وتبقيه لا بأس عليه حتى لو ليومين ثم تغسله جيد ممتاز يعني لعدم تساقط الشعر أي واحد يقول لكم إنه خلال ثلاث أيام أربع أيام خلال أسبوع خلال شهر سوف تسج جميع الفراغات وسوف تعالج تساقط الشعر هذا مع الأسف الشديد يكذب عليكم ما أورده علماؤنا الأعلام أقل العلاج بهذه الصورة التي ذكرناها مع تجنب ما ذكرناه قادر الإمكان أربعة أشهر أربعة أشهر وسوف ترى بأن هناك شيء يختلف تماماً عما كنت عليه من تساقط الشعر أربعة أشهر كافية لجعل الشعر قوياً وجميلاً وكثيفاً وناصعاً لماعاً لذلك ما عداه ما عداه لا تستمع إليه أقل من أربعة أشهر يعني ولذلك نجد مع الأسف الشديد أن هناك من لا يصبر على ذلك خلال أسبوع أو خلال شهر ويبدأ يراجع مرة أخرى ويأخذ علاجات أخرى وإلى غير ذلك ومع الأسف الكثير لا يذكر هذه المعلومة أقل هذا العلاج كله أربعة أشهر بعد الأربعة أشهر إذا ما فات يعني أم من المستحيل لأنه من روايات أهل البيت أكيد هو مفيد بعد الأربعة أشهر سوف ترى النتائج وتراقب النتائج وسوف تراها مذهلة ومدهشة أقل الأربعة أشهر يكذب من يقول لك خلال أسبوع وخلال شهر أبداً هذا يريد أن يأخذ منك كل شهر كل أسبوع تأتي إليه يعطيك مواد أخرى برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام ترجمة نانسي قنقر